الحقيقة في حملة مسعورة رجعت تاني اليام دي في بعض الدول الأوروبية للهجوم على الإسلام ومحاولة استفزاز مشاعر المسلمين حوال 2 مليار مسلم في أنحاء المعمورة بعودة جريمة حرق المصحف الشريف في السويد في الدنمارك من جديد الجديد بقى أن اللي حرقوا المصحف المراتي اختاروا مكانين قدام السفرات بلدين من أكبر بلاد العالم الإسلامي مصر وتركيا زي ما الخبر ده بيقوله أمام السفراتي مصر وتركيا الموقع الحرة مناهضو الإسلام يحرقون المصحف في الدنمارك لا ده كمان بحماية الشرطة الدنماركية واللي دافعت عن الجريمة العنصرية دي ضد أعظم مقدسات المسلمين والمصحف لا ومنعت أي حد يعترض على اللي بيحرق المصحف لأن دي حريت رأي واعتدت على كمان اعتدت على اللي بيحاول يمنع يعني الأستاذ الصحفية العراقية قدس السمرائي حاولت تمنع حرق المصحف لكن الشرطة المقدسة في الدنمارك هاجمت على السيد ومسكت المصحف واداته للراجل اللي عايز يحرقه خلانا نشوف الفيديو كده في صورة المؤسسان وطبعا الأستاذ أو السيدة قدس السمرائي مش محجبة ولا منقبة ولا كلام ده زي ما انت شفت في الفيديو كده ده هي السيد يعني عراقية يعني شايفة انه ده مسألة بش كويسة انما الشرطة خلت المصحف ورجع انا معايا عبر السكايب بينضم بلينا السيدة الاعلامية قدس السمرائي السحفي العراقية استاذة قدس اهلا بحضرتك مساء تحت الفرصة بانتكلم بهذا الموضوع شكرا جزيلا اشكرك على وجودك معنا لو تدين تفاصيل عن او تطلعين على تفاصيل واقع دي وهل كان رد فعل الشرطة بمنعك طبيعي وهل احتجزوك بعد كده الشرطة طبعا بعد ما صارت السويس سلوان اللي هو عراقي ايضا مسيحي اللي تحول الى ملحد ما اعرف ليش حرق القرآن يعني 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 يوم واحد ثاني يوم ايضا حرفه الثاني رح لأسات النهون قالوا صديق دير عيني الصوت جيد الصوت جيد بس هو بيقطع شوية كده ما بعرف ليش اوكي فلذلك صديقتي قالت يمن الامبيشي العراق احنا نكون موجودين على مدحة نروح نطلع قلت لها اوكي الصوت اكو تمام تمام واصل تمام سوري اي فلذلك طلبت من عدها اوكي احنا نوك في مصدر العراقية حتى نتكلم فعندها اروح فشفت القرآن محروف ذابي هم مكملين ذابي فعني شلت رأسا يعني وقفيت كانت شوية نار بيها خفيت النار وحضنت بعد ذلك هو اعتدى علي ضربني فرجعت على القرآن شفت هي احذية شلتها دا شيلت كان هو مشكلة بس امير على المدحة لا يتحرك فقال رأسا شلتها فهو ضربني من ضربني يدفعني خنقني منه أنا طبعا نبين الكاميرا فدفعني على المدحة يعني يحاول اني اخذها من عندي بسا ما طقيت هي رأسا اخذتها فظل يضربني بظهري فبعد ذلك شردش مني عندي على مدحة تأخذ المصحف ونام علي على مدحة يخنقني حتى كان في كأس في ايدا كلها كبب على على وجهي كأس بيرا كبب كلها على وجهي بعد ذلك صحة قوليس قوليسي انخنقني خلاص احيقتني فاجتت الشرطة اخذتها من عندي القرآن بعد ذلك اخذوني اثنيناتهم الشرطة ذول اربعة هما فظلوا يحققوني يقلوا انت شن الموضوع قلت له هو الموضوع انه انت عدتكم حرية رأي انه يحرقون القرآن انا حرية رأي انه قطف القرآن هذا قرآني هذا ديني هذا إسلامي وايضا ما يصير انه تخلوني الحذاء على القرآن فلازم انا اطلع من عنده وما احاول انه اخفي اخذ القرآن على وحتى لي يحرقو فقال مو من حق انت تسوي هذا شي انت تعرفين القوانين بالديني مال في انه ما يصير هذا حرية الرأي ما يصير انت تدخل قلت له اوكي انا محرية الرأي انه اطفي هذا محرية رأي انا اطفي حرية رأي لي فقال اذا انت متهمة بالسرقة قلت له انا ما متهمة بالسرقة وانما انت عفوز زين وكويس انه انا اخذت القرآن لانحنا ممسموحنا نشوف القرآن يحترق او حذاء القرآن لازم نحن نحافظ عليه ولازم نحن نحبه بقلبنا صح بس لازم ايضا نحافظ عليه فقال انه اوكي قلت له اوكي لعدانا اروح اشتكي عليه قال لي لا ما تشتكين عليه خلص انا امتشفت الموضوع اوكي قلت لكن من رحة سويت فحص الظهري والإيدي هنا ايضا كان كل شي اذاني فريحة سويت فحص بعد ذلك قلت اروح للشرطة فريحة للشرطة قدم الشفوة قالوا الشفوة عليش انت سارقة قلت له سارقة ايش سارقة القرآن سرقت القرآن للشخص قلت لان انت اعتدى عليك ضرب عنف وانضان سارقة قلت له ما عندي مشكلة قلت لها اي متابعة قانونية صر علي ما عندي مشكلة المهم اني ازحت الحذاء من القرآن واطفقت القرآن وحضنته قلت له اعظم شي عندي اعظم شي سويته شي يصير بيا خلص شو بتعمله عمله ما بدي اي شي على خاص والحمد الله وشو انا انا مرتاح نفسيا اني اني انقطر القرآن بما اقدر يعني بس من على الاسف كانت السفارة العراقية ما موجودة ولا واحد استنكر ولا واحد شكتم موجود استنكر لا من الدولة الاسلامية العربية ولا الدولة العراقية ما عرف لي اش اللي صار وشلون يعرفون القرآن الكريم يحترق وايهانة الاسلام وينكم انتو شنو سويتو ليش ساكتين هل سكوتكم بحرق القرآن حتى يختفي بعد ما في عدنا قرآن مثل ما صارت فلسطين يوم اللي اجوا راحوا على القدس واسرائيل عليها وبعد ذات فكوش تراح وانتهى تردون قرآن هم تنهو فيجب ان يكون على المقاطعة انا بس عندي سؤالين ايه جنسية الشخص ده دنماركي دنماركي دنمارك الحرق القرآن اه دولا قروب خاص اسمه الوطنيون الدنماركيون يعني مش عربي ولا زي الاخ العراقي اللي فات كلهم دنماركيين كانوا طب انت عرفت منين انه هو هيروح يحرق النسخة ما بعرف انا جاء يا زول صديرتي يام من عراق دنمارك بس انت في الفيديو اللي احنا عرضنا انت لوحدك يس يعني ما كانش معاك حد يعني انت لوحدك كده قررت تروحي تقومي المشهد ده لا ما فهمت انا بخابراتي صديرتي حتى اشوفها يام السفارة العراقية قالي من مرة من مرة شفتهم ده يحرقون فرأسا مسكت القرآن وطفويت من طفويته هو انقهر شون تارفي شون تارفي راخلاجين شفت القرآن الثاني ده اشير الاحذية فهجموا علي اثنينات ومضربوني طيب استاذة قدس معلش البعض بيسأل في التعليقات هل ده ممكن يجرى على كتب مقدسة اخرى زي التوراة زي الانجيل مثلا نعم واحد من العراقيين حرق التوراة واحنا ايضا ما رضينا وحتينا عليه وخابر ذا قلنا انا مستحيل حتى انا بنفسي خابرت الدنيمارك بالبوليس فقلت لهم اكو من يخرق التوراة يجب ان تمنعوه لاندي يخرق ايضا ماذا شنو التوراة نعم والانجيل فقال ايه فرية هاي شخصية قلت لها ما يصيرها شكل تعبيري يكون احلى الكتب المقدسة قال اوكي احنا رح اروح نشوفها ونحتي معنا قلت لها شكرا تزينا طيب يعني واضح اني دي حملة من اليمين المضطرة في اوروبا بقت منتشرة اكتر خاصة في السويد وفي الدنمارك انتي شايفت ازاي الموقف العربي او سازة قدس اتجاه مثل هذه الاحداث مع الاسر مشت اي اي تفاعل من الدولة من العراقيين او الاستفارة وايضا من اي دولة اسلامية لحد الان ما شفت يعني موقف عدهم يعني كامل او مثلا شكلت التلاغرات اللي احنا متعودين عليها من يطلقون اذا يحترق القرآن هل يعني ما عرف ما عرف شاكل لك يعني ما عرف يعني انا مستغربة على هذا الموضوع مستغربة هل لانه بعض الدول اللي تكاتفت مع اسرائيل ودولهم فتحت الاستفارة الاسرائيلية لهم اللي خففت عنهم حبهم للقرآن والاسلام الله عالم طب معلش استاذة خدسي يعني دلوقتي انت في نظر الحكومة الدنماركية مدانة نعم عملولك محضر يعني انت عندك اصابات في الكتفي بتقولي وفي ظهري نعم هنا وفي ظهري وقام ينزل على الرجلية نعم مرات على كيف امشي ولكن لما رحتي لما رحتي الشرطة قالوا لك انت متهمة بالسرقة نعم انا رحت على اساس انه اشتكى علي وها رحت على اساس انه اشوف الشفوة اللي وان مصلت طلعت هي شفو علي مو هو اللي انعنفني وضربني كهو اني سربت القرآن طب ليه ما استعنتيش بالفيديو ده وقلت لهم اهو الفيديو ده هو اللي ضربني مو هو انا ما ادري اكو فيديو ولا ادري اكو تسجيل بعد ذلك رسلت لي يا صديق قلت لهذا الفيديو بالددي مارك وكاتفين عنك العراقية اللي هاجمت القروب الوطنيين الدنيماركين وسرقت من عندهم القرآن فقلت معقولة انا قلعت السارقة فبذلك رحت للشرطة فالفيديو اخذت يعني مو مناشري بأذن دنيمار فاخذت المقاطع اللي بدي يهم ورحت للشرطة وراويتها قلت اوه شنو انظار بيك قلت لها ايه بعد ذلك هما اخذوا الموقف قالوا اوكي هو اعتداء عليك وانت ما كان قادش تسرق لا انتو تقفوز جيد ان الاسلام ما يرضى يشوف قرآن يحترق طيب السؤال الاخير لك السؤال قدس سمرائي هل ده هل في خطر عليك اللي عمل فيه خطر على حياتك هم اول مرة اول يوم عرفوا الفيس قلت لها للشرطة قلت لهم هذي بيتابعوني هم هذول الوطنيين الدنيماركيين فقطتني ورقة جلت لهات خابرينا اي شي يصير واي شي تحطين بي قل لنا قلت لها اوكي يعني انا بسعي زي فهم القانون يعني انت من حقق دلوقتي انك تطلع الشخص ده مثلا وتعملي مزارة او تعملي وقفة كده وتحرق صورته مين صورة التخص الشخص اللي حرق النسخة من المصحف ده نعم هل انت يجوز لك تبقى للقانون انك تطلع صورته وتحرقها اه عند اكو حرية يعني اذا هي حرية مطلقة قوانين يعني يعني قانون طب معلش في المجتمعات بتاعتك في الدنمارك انت عايش في الدنمارك من كم سنة من النساء تأكيد يعني بقى لك دوئة تاتو عشرين سنة ما شاء الله هل في المجتمعات بتاعكم بتلاقوا مشاكل مع الجماعات دي سواء كنت في مطعم في كافي في نادي في بيوت في الجار بتلاقوا ناس زي دي كتير بيعملوك وحش لا لا أبد في شغلك مثلا لا لا ما في يعني ما لهمش تواجد بشكل قوي في الحياة الاجتماعية قد يكون واحد اثنين يعني مش كتير لكن بس كثرت بعد أنا أقول لك بعد ما صارت مات الدواعش والحرق والقتل والذبح الله أكبر شوية تغيرت النظرية معلش معلش قولي تاني كنا بعد ما صارت المشاكل بتاعة الجماعات الإسلامية المتطرفة دي أيوة من صارت وصارت الدواعش تغير النظر النظر إلى الإسلام شوية بس ده الكلام ده قديم قوي قديم شوء قديم هو 2000 انتهى بالعراق شاكل لك في 2019 و18 و20 يالله انتهى بالعراق ولحد نقال هل تعتقد هل تد يأتي أن في مواطن عراقي من بلدك عمل حرق نسحة اللي كان حرق النسحة هل ده أثر عليكم كعراقيين وإزاي أرقوا طبعا لأنه أصلا هو من الموصل منطقة اللي كان فيها الدواعش حتى المسيح هو بعد ما يريد هو بلحد صار أصلا يعني من كان هو موصل في مال العراق كان يحارب الدواعش بعد ذلك كان سكر إلى أوروبا بس هو كان غير أفكار اللي تحولوا إلى مسيح وتحولوا إلى ملحدين أكو تحولوا بس هو كان من ننوى تقريبا كان عانوا المنطقة دي من هجوم بتاع تنظيم الدولة وكان في ميليشيا تتبع مقتدر صدر يعني ميليشيا مو مقتدر صدر الميليشيا تسموها الحجد الشعبي الحشد لا الحشد هو كان في الحشد الشعبي كان في صرايا من صرايات الحشد الشعبي نقدر ونحترم لأنه اللي قررنا هو والجيش والشرطة ما نعرف يا أستاذ قدس أنا ما عرفش زيك بس أنا بقولك لما أنا درست هذا الشخص كان في ميليشيا اسمها روح كتائب روح الله عيسى بن ماريام نعم نعم هو يقولوا الكتيبة دي كانت تتبع الحشد الشعبي لا ما ما عرف يعني أكثر من هذه ما عرفش يعني المهم أنه في الآخر أنتو كعرقيين يعني تفكار من رجع من راح الأوروبا هو هسا عنده إقامة مؤقتة معدن معدن لقوء آفيت قدم لقوء من قدم لقوء أخر الإقامة مؤقتة هذا شنو فكرة هو لا حبا بالقرآن لا فرهم بالقرآن فهو يحرق هذا الشي يقولك بيكت يطوني إقامة دائمية على أساس أنه يقولك أنا كيس سيكون أقوى من هذا الشي لكن اليوم الدولة العراقية اتضح أنه طلعت عنده فيديوات هو مريكشياوي ويقتل ويأخذ يعني أسواب كثيرة فالطالب به الآن الدولة العراقية على أي حل يعني أنا كل الشكر والتقدير لموقفك يا أستاذة قدس اللي هيسجل يعني واللي الحقيقة كثير من المسلمين يعني بيحيوك عليه على وقفتك امرأة وحيدة بدون أي إجراءات أمنية بتواجه شخص زيدة وفي نفس الوقت بتتعرض لموقف شديد العنف كده فكل التحية والتقدير لحضرتك إسلام هذا الشي قليل احنا بالنسبة الإسلام لو دين يقضي وننقدل أن تكون أكثر من عند القرآن واللي قدرت عليها سويت تحياتنا لحضرتك للسازة قدس السمراء الصحافية العراقية وتحياتنا للعراق والعراقية شكرا شكرا العراق وعراق ومصدمين وإحنا ما نحسب على سلوان وغيرها اللي حقون القرآن دولا ما ينحسب من العراق والله ما كنت عايزة أقول اسمه أصلا أيوة ما نقول اسمه شكرا جزيلا على الله شكرا ألف شك كل المصريين وتحياتي لهم وحبنا وتحياتنا من هنا الكل العراقيين الله يحب بهذا اللقاء مع هذه السيدة المحترمة قدس السمراء الصحافية العراقية